هلو هلو كابتن فتح ازاي حضرتك انا من الو ازاي كابتن فتح ازاي كابتن لوتشي استاذي ومعلمي وخيرك علي يا كابتن ده انا لا يا كابتن تعلمت منك حاجات كتيرة يعني التدريد ده طبعا حاجة تانية الاخلاق والاحترام والأدب والنظام فاكرة كابتن ما ليجي من السفرية انتقاط قولي لا لازم نرتب الحاجة قبل ما ننام ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه كابتن فاتح نصير يعني أنا مش عقول بقى مدير الفائل منتخب عمان فقط لا ده المحاضر الدولي اللي ليه دور كبير جدا على كل المدربين أستاذ بجيال في قارة إفريقيا الاتحاد الإفريقي بيستعين به الاتحاد الدولي بيستعين به فقيمة وقامة كبيرة جدا بالنسبة لنا في النادي الأقل وفي القرى المصرية يا كابتن فاتح بصراحة يعني النهاردة نسترجع الزقراءات مع كابتن لوت في نسيم وفترات كانت مميزة حتى مع منتخب عمان الحقيقة يعني أنت معك واحد من الناس التدريب ما دخلش بالفرشورت هو بدأ التدريب من أوله وبدأ التدريب على مستوى العالم مع نادي المأولين مع مدربين كبار يعني دولة المدربين اللي هما بيتتلمزوا مع زي ما كون انت بشكلة فرشة ولازم يكون لك صناعي جبير فأنت بتكبر لكن في واحد بيخش برشوت على طول كده ويقول لك أنا بقيت كل حاجة فكابتن لوت في الحقيقة بدأ حياته يعني فعلا بالطريق الصح اللي هو مفروض ما يجب أن يكون المدرب من حيث أنه بيكتزل خبرته من ناس أكبر منه بنادي المأولين مع مدربين أجانب بغاية موطة الفري الأول ودي ممكن اللي خلته أنه هو يسافر سلطنة الضمان ومش مسافر هو له أهلي ولا زماني بالعكس وسافر مع أفصير كرد القدم يعني كان معانا أنا أفتكر في سلطنة الضمان كابتن شوق عبد شافي كابتن عالم دريشة كابتن شازلي يعني كابتن محمد أبو العز دولة ناس اللي هما من الصف الأول من المدربين أنه هو كابتن لطفي بقصة المجمع دي كلها أكيد هو يعني كان متميز ويستحق أنه هو يكون في هذا المكان فالنهاردة هو طبعا مشرف القناة عندنا وأنا تزيما بغروش يعني أنا حتى فالنهاردة لكن لازم تشوف محمد سايدول إيه طيب فريدته جابت كابتن لطفي بقى يعني تنميزك يا كابتن أهم حاجة أنها تنميزك أنت يا كابتن الله يخلت لا أفتكر والعلم ما ليش كده مثل أنت إنسان عامل زي الشنجة بصراحة عامل تشوف أي معلومات وتسأل وتأخذ وتدي وكده الغيث ما تأخذ المعلومات وتوقف وتحاول وتطبق وكده في حاجة تفرح يعني الحقيقة طب المواقف اللي حصلت يا كابتن فاتحي وانتو مع بعض في الجهاز حركة مدير فني وكابتن لطفي مساعد معاك في الجهاز مواقف سواء في الملعب أو حتى في المعسكرات يعني كان إيه اللي بيحصل أو الوضع كان بيحامل إزاي لا مش بيحصل أشوف طالما فيه نظام يحصل كل نجاح يعني بنجاح بين الاثنين المهم المنظومة كلها تبقى هي يعني لما رأت كان ممكن أجيب أي حد مثل من عندنا من نادي من الأهل أو أجيب حد من النقوم هو كبار لكن هو كابتن لطف فرض نفسه لأن أنا كنت بعد درسات المدربين هنا في مطر قبل كلام ده في التاميونات وكان مع هيدر بولت وكده فأجبت وجوده فحسستني فعلا كان في الأول كان مشروع مدرر مدرر كبير في الوقت فراسية ويعني عمل شغل جامل وربنا يطفقه وأصبح دلوقتي من أستطيع كرة القدم في المؤمنين العرب فدي حاجة رحنا وحاجة تطمئ أن مصر فيها كفاءات وقيمة مداربين كبار بس الأسف ما بنعرفش نستفيد بيهم صح يعني كابتن لطف فإن لابد أن يستفاد منه من خلال نديه أو من خلال البلد أو من خلال الأندية أحسن من يعني من اللي أنا شايفه دلوقتي يعني هو المعلومات اللي عنده والخبرات اللي عنده لابد أنها تنعكس على اللي أقض منه سناً حيث اللي أقض منه كفاءة أو كده فالمهم لكن هذه الحياة ربنا يطفقه وربنا يطفقه كمان إن يعرف يكمل مع محمد سعيد الحلق لأنه محمد ده يعني أنا أقول اللي قاعدة ده ده كابتنصي ده محاطر ومرأوه ومشاء الله عليك حاجة ما شاء الله يعني الله يا خليك كابتن فتح أنا مش عارف فأسألك إيه ده سؤال تاني خلاص الله يا كابتن فتح ده أنت أيام محاضرسك كمان لا خالص والله طب بدورك بقى كمحاضر وفكرة المحاضر ده بتبقى السهلة يعني المحاضر ده تخطى فكرة المدير الفني لأنه هو بيدي دورات وبيصقف كل المدربين الجدد في الفترة اللي جاية القرى المصرية محتاجة يا كابتن فتح الفترة اللي جاية يعني عندنا خبرات في إفريقيا كابتن لطفن سيم اشتغل في إفريقيا واشتغل مع منتخب بروندي وكان خيره سفير للقرى المصرية وحتى القرى الأوروبية أو المدربين في أوروبا ابتدوا يعملوا ده دلوقتي مؤخرا لكن مصر كانت سبقى يتفدى من سنين طويلة لكن دورك بقى كمحاضر دولي إيه الرسالة أو إيه الفكرة اللي ممكن من خلالك تتقال لكل القايمين على القرى في مصر عشان نبقى عندنا كوادر يستفيدوا من خلال خبراتكو سواء اللي اشتغل في إفريقيا أو حتى كمحاضر دولي كبير زيك كابتن فتحي أهم حاجة يا ابو كباتن أهم حاجة ودائما نقولها العلم والخبرة العلم والخبرة يكسبوا أي حاجة من إيه يعني يكسبوا الصداقات والعلاقات والتربطات فإحنا كورا مصرية وديرت في فترة من الفترات وكل فيه مدربين كفاءات كويسة آه لكن كانت الصداقات والعلاقات والتربطات لها دور لأن فيه مدربين يعملوا في المجال الضوء وزميلهم اللي هم أحق أصحاب الخبرة والعلم فياريت يعني القادل يعني نقلل بشوية أو الوضع يتقلل بشوية ونفكر في العلم والخبرة لأنه بالعلم والخبرة ممكن نقضى نفيد كذلك اللعب حيستفيد والمدرب الصغير حيستفيد لكن لما أنت ما تهتمش بالعلم والخبرة وتهتم بأصحاب الثقة والصداقات والعلاقات دي ما بتأكلش عيش في الكرة دلوقتي وثقة نعم ما بتعيش كتير لكن صاحب العلم والصاحب الخبرة هو المدرب اللي بعيش كتير أكيد أكيد كابتن فتح نصير المحاضر الدولي والإفريقي بشكرك شكرا جزيلا عزيزي المداخلة وذكريات طيبة وفترة كانت ممتازة